إذن الخلاف التركي الفرنسي الذي تفجر على إثر تضارب التوجه بين البلدين من الأزمة الليبية وتأجهج أكثر في مواجهة بحرية في المتوسط يبدو أنه لا يزال بعيدا عن الحال لسيما مع تصاعد الحرب الكلامية التي يخضها الدبلوماسيون من الجانبين على أعلى المستويات لنستذكر سويا ما جرى تحديدا خلال تلك المواجهة البحرية المتوسطية في العشر من يونيو الفرقاتة الفرنسية كوغبي التي تبحر تحت لواء قوى من حلف الناتو وهي سي جارديان لمراقبة وقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا اقتربت من تشكيل عسكري بحري تركيا في مياه المتوسط يتألف من ثلاث سفن حربية تركية وأخرى مدنية ترفع علم تنزانيا قوبلت الفرقاتة الفرنسية برد عدائي عندما وجهت السفن الحربية التركية رادارات المدافع نحوها ما يشير إلى هجوم مبرمج وفق ما تقول فرنسا أول رد فأول رد فعل فرنسي كان خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو الشهر الماضي حين طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس باغلي تركيا بتقديم إضاحات حول هذه الحادثة فيما أعلن الناتو على لسان أمينه العام يانس سولتنبرغ عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة مع تأكيده على أن عملية سي جاردين ستواصل مهمها في المتوسط إلا أن ذلك التحقيق وفق ما تبين لاحقا سيكون سريا وسيخضع للنقاش داخل اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأسبوع الماضي أعلنت باريس أنها ألغت مشاركتها في المهمة الأمنية البحرية لحلف الناتو قبالة السواحل الليبية كما كشفت وزارة الدفاع الفرنسية أن تركيا الحليفة في الناتو خرقت حظر تهريب الأسلحة على ليبيا مرارا إلى جانب سلسلة من الحوادث التي تستلت فيها سفن تركية متجهة لسواحل الليبية عن أسمائها البارحة ومن العاصمة الألمانية برلين اتهم وزير الخارجية التركي مولود جوش أوغلو فرنسا بعدم قول الحقيقة للاتحاد الأوروبي وللناتو حول الحادثة مضيفا أن تركيا تنتظر من فرنسا تقديم اعتذار غير مشروط لأنها نشرت معلومات خاطئة أما الرئيس الفرنسي أمانيون مكرون فكان قد أعلن سابقا أن السلوك تركيا غير مقبول واعتبر أن هناك حاجة لتوضيح سياساتها في ليبيا لأنها تمثل تهديدا لأفريقيا ولأوروبا